أنا الأول عايز أسأل سؤال يعني إحنا خلال يمكن السنة اللي فاتت بالتحديد بدأنا كلنا في مصر نفهم معنى كلمة الاقتصاد الأخضر اقتصاد صديق البيئة صحي كده؟ صحيح ولا كده التوصيف مخل؟ لا توصيف صحيح للغاية فبدأ المصريين دلوقتي يخشوا في نوع تاني من المناقشات لما نيجي نتكلم عن الاقتصاد الأخضر فيجي يقولك طيب زي إيه؟ أو يا طرى هل طرى كوب 27 هتفدنا في مصر إزاي؟ هل إحنا عملنا اتفاقات؟ هل عملنا بروتوكولات؟ هل وقعنا مشاريع إلى آخره؟ فأنا كنت بقول آه بس الأول هسأل شكل الاقتصاد الصديق للبيئة دل هو إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا طبعا سعيدة أن أنا مع حضرتك وأن إحنا استهلنا الكلام بالنظر بموضوع النظر فعلينا أن نمعن النظر فهو خلي بالك النظر يعني التغيرات المناخية بتأثره النظر بل أكيد التلوث ببوض الدنيا أكيد فخلينا أقولك أن الاقتصاد الأخضر في مصر مش من السنة اللي بادت الاقتصاد الأخضر في مصر بادت من 2006 حيلا إحنا عملنا استراتيجية للاقتصاد الأخضر في مصر من 2006 وستة إحنا من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط اللي تحولت أو بتتحول بالفعل نحو الاقتصاد صديق البيئة أو النمو الأخضر النمو الخالي من الإنبعاثات الكربونية عظيم الاقتصاد الأخضر ببساطة زي ما حدتك قلت اللي هو الاقتصاد الصديق البيئة اللي هو ما فهوش تلوث للبيئة خليني أبدأ معاك من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة اللي قالها في كاب 27 أول ما بدأ كلامه قال أن التأخير يعني الموت صح يعني تأخرنا عن إنقاذ كوكب الأرض مما يحدث عليه من مشاكل أو تغيرات مناخية يعني الفناء لهذا الكوكب بمعنى أنا عندي في العالم أكتر من ستة مليار نسمة نصهم نصهم تخيل نصهم أكتر من ثلاثة مليار نسمة معرض لإيه بقى أستاذ يوسف معرض للفقر المائي يعني ما شح يبقى عنده مية والنقص الأمن الغذائي يعني ما شح يبقى عنده أكل هيبقى في حالة جوع فنص العالم بسبب التغيرات المناخية مهدد بالعطش والجوع مهدد اللي هما أدنى حاجتين أنت بتحتاجهم في حياتك اللي هما أكل وشرب أنت مش هتلاقيهم فإحنا فين؟ إحنا إيه؟ إحنا لازم نفوق إحنا لازم نسحق عشان كده الفكرة إحنا من 92 عملنا الاتفاقات الإطارية للمنيخ من 97 بدأنا بروتوكول كيو 2 الكاب 1 كاب 2 كاب 3 سواء لحد كاب 27 خلال الكابس دي كلها كان بيبقى فيه يعني نوع من أنواع القرارات ولكن للأسف هي لم تكن قرارات ملزمة للأطراف اللي كانوا جوه الجوه توصيات توصيات لحد ما الأمر تفاقم لحد ما السنة اللي فاتت الدول لأمريكا وأوروبا حصل فيها أمور جلل صحيح في التغيرات المناخية بدأت تشوف حرائق الغبيت بدأت تشوف جافاف أنهار بدأت تشوف فيضانات بدأت تشوف سيول بدأت تشوف براكين فالناس بدأت تفوق تقول لا إحنا مش هنسقط على كده كاب 27 هو اللي هيحول القرارات أو التوصيات إن صح التعبير إلى قرارات ملزمة وتمفيذ تلك القرارات لأن زي ما قلت لك الأمر أصبح جلل الفكرة إحنا كنا بنبص من حوالي 10 سنين كده للتغيرات المناخية دي ونقول إيه نسى بعيد مش هتطلنا لن تطلنا وخصوصا هم في الدول المتقدمة لأنه بالعكس هم أكثر التلويسا يعني هم بيلووسوا العالم بنسبة 70% إحنا أقل تلويسا بنسبة 4% لـ 5% من إمبعاثات الكربون ولكن بنتحمل عبء تلويسهم هم الكبير ده لما بدأت الملووسات أو الإمبعاثات تزيد والتغيرات تحصل بوتيرة متسرة بدأت الدول دي تفوق وتقول لا كاب 27 لازم يبقى له خصوصية في التنفيذ في التنفيذ الفعلي للقرارات والتوصيات اللي تمت في الكبس الأخيرة اللي قبله وخصوصا اللي هي الكبس الكب 26 اللي قبله فدي يمكن ميزة وخلت الناس فعلا تفوق لكن اللي أنا عايز أأكد عليه إن إحنا هنا في مصر إحنا عندنا تحول للاقتصاد الأخضر منذ عام 2006 عندنا استراتيجية وطنية للتحول للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر من سنة 2008 وإحنا ماشيين بوتيرة الحمد لله مخلي العالم كله يقف احتراما لمصر